يسوى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسيكا دكتور عمل ايه؟ الله يبرك لك عن داسة عمل ايه؟ الحمد للرب العالمين بقول لك دكتور معليش بس عشان الوقت انا كنت محتاج عشر طلاب جنيه ضروري دلوقتي وبص على حاجة كنت باشتريها والمبلغ معايا ما كملش فلو ممكن تحول لعشر طلاب جنيه على بودافونكاش او فوري او لنستا بيه اي حاجة متاحة معك؟ حاضر تمام انا معيش والله الرقم ده بس حاضر حنزل دلوقتي اشوف ايه خدمة فوري وابعت لك على طول مباشر على الكاش او الفور بازن الله طيب تمام انت كده ابعت لك عشرة بس احتسحابهم عندك طبعا كده هبوا نقصين يعني اه تمام تمام انا عمل حسابي في الكزي دي وبلغني برضو قولي بلعشرة دول هايبتر بليكوتهم كام علي عشان احول لك انا كله على بعض حاضر تمام مفيش مشكلة شكرا جزاك الله خيرا طبعا كلنا دلوقتي بنتعامل عن طريق المحافظة الإلكترونية سواء كان فدفون كاش او اتصالات كاش او اورنج كاش او انستا بي او غير ذلك وكتير جدا مننا ما يعرفش ان فيها صورة ربوية محرمة شرعا لا يجوز ابدا الاقتراب منها يا طرأ ايه هي الصورة الحلال وايه هي الصورة الربوية المحرمة تابعون السلام عليكم ورحمة الله طبعا المحفظة الإلكترونية اللي تم انشاءها في وقت من الاوقات عن طريق شركات الاتصالات المتنوعة انا واحد من الناس بعتبيرها نعمة من نعم ربنا وفرت علينا وقت ومواصلات ومشاوير بدل ما كنت اروح اوصل الف جنيل واحد اخد ساعتين رايح وساعتين جاي وادفع مواصلات وادفع كذا او اديهم لواحد الله اعلم يطلع امين ولا مش امين او يتسرقوا في الطريق او المخاطرة اللي ممكن يلاقيها او كل الكلام ده بقى عندنا نعمة بجد المحفظة الإلكترونية اضرح اول فلوس لاي حد في اي مكان من خلال المحفظة بتاعت اللي انا عملها مع شركة من الشركات اوصلها عن المحفظة بتاعته وهكذا او عن طريق الفروع اللي موجودة دلوقتي على مستوى الجمهورية لكن المحفظة الإلكترونية اللي احنا بنتعامل من خلالها دي لها صورتين صورة حلال وصورة ربوية ارجوك تركز معي فيهم وتهدى كده وتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اما الصورة المباحة والحلال ان انا بروح فرع من الفروع واقول له والله انا عايز احول الف جنيه او الفين او عشر تلاف لفلان الفلان رقمه كذا وكذا وكذا فعلى طول الفرع ده بيجريح محول له الالف جنيه هو بياخد مني الف جنيه ويقوم يحول للشخص الآخر الالف جنيه دي كاملة او انا وانا بحول الالف جنيه يقول لي انا عايز عشرة جنيه على الالف دي وهو الآخر لما بيجي يسحب من البنك او بيسحب من فرع او نحو ذلك بياخده منه كمان عشرة جنيه على المعاملة دي هل الفلوس اللي بتتاخد على التحويل ده مباحة شرعا بالاتفاق مباحة شرعا جائزة ما فيهاش اي مشكلة حلال طب ليه عم الشيخ ده انا بحول الف جنيه بياخده عليها عشرة جنيه او عشرين جنيه هو مش ده حرام برضه وربا والله العظيمة ربا ولا حاجة دي اسمها اجرة على المنافع او اجرة على الخدمات الشركة بتقدم لخدمة وبتاخد المقابل بتاعها بدل ما كنت انا حركة بمواصلات وحدفع فلوس وضيع وقته ومشاوير والكلام ده كله وتعرض للخطر السرقة والكلام ده هم عملوها في لحظة في ثانية واحدة والتاني بيسحف فلوسه بكل امان ما فيش اي مشكلة يوه دي اسمها اجرة مقابل منفعة او اجرة مقابل خدمة وهي جائزة وحلال بالاتفاق لكن واحد هنا حيسألني سؤال ويقول لي طب يا عم الشيخ لما انت روح تحولت لصاحبك الف جنيه ودفعت عليها10 جنيه مقابل خدمات صاحبك لما يرجعلك الفلوس دي يرجعها لك 1000 ولا يرجعها لك 1010 هنا باب اختصار لو حيرجعها لي في اي دي يرجعها لي 1010 لان انا دفعت له 1000 ودفعت العشرة دي مقابل الخدمة عشان الفلوس دي توصله فاذا الخدمة دي هو اللي حينتفع بيها يوم يرجع لل1010 انا عايز اخد ال 1000 بس ما فيش مشكلة عايز اخد الالف وعشرة برضو مفيش مشكلة طب لو حيرجعها لعن طريق خدمة الكاش هو حيدفع الالف زائد العشرة رسوم الخدمة وانا حروح ادفع عشرة جنيه برضو رسوم سحب الفلوس وهنا برضو بقينا متعدلين ومتسويين وما فيش اي مشكلة والحمد لله تعالوا بقى نروح للصورة التانية اللي فيها مشكلة كبيرة جدا وهي الصورة الربوية وركزوا اوه في التفاصيل اللي حقولها دي عشان كل كلمة بيترتب عليها الحكم الخطير ده وهو الربا الصورة دي تتمثل في الآتي ان انا اتصل على واحد عنده ما كانت فوري او عنده ما كانت الكاش اقول له حول لي الف جنيه لحد بكرة او انا عايز منك سلف الف جنيه لحد بكرة او اقول له حول لي على المحفظة بتحتي الف جنيه عشان رايح مشوار دلوقتي وانا جاي بكرة حديلك الفلوس دي فاذا نو اخدها هنا هلو اسلمه فلوس؟ لا اما العمل ايه؟ طلب قرض طلب صلفة لحد بكرة او بعد اسبوع او بعد شهر فلما ييجي يرجع الفلوس بيرجع الالف جنيه زائد مصاريف الخدمة يقول له رجع لي الالف جنيه زائد خمسة وعشرين جنيه لسوم التحويل اهي دي بقى الفخ والمصيبة اللي بنقع فيها ان انا برجع الفلوس زائد مصاريف الخدمة اولا هنا انا ما كنتش باخد خدمة اصلا انا كنت باخد قرض سلفة زيها بالضبط زي ما روح لصاحبي اقول له اديني الف جنيه سلف دلوقت فيقول لي انا حديك الف جنيه بس ترجعها لبكرة الف وتلاتين جنيه او الف وخمسين جنيه فهو هنا طلب زيادة على القرض ده اسم عين الربا لان الربا ايه هو هو زيادة على قرض جر نفعا مشروطا ولازم مشروطا دي هو بيقول له انا حديك الف جنيه مقابل انك ترجعها لألف وخمسين جنيه وده اللي العلماء بيسموه ربا الفضل يعني ايه ربا الفضل يعني مال مقابل مال مع اشتراط الزيادة عند الرد والسداد وده محرم باجماع الفقهاء لان الله عز وجل قال الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا وقال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما باقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يعني الربا ده حرام ايوه الربا ده حرام سدن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والامح يعني والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بشرطين مثلا بمثل يعني جنيه مقابل جنيه جرام دهب مقابل جرام دهب دون زيادة ولا نقصان يدا بيد يعني سلم واستلم هات وخد بدون تأجيل ولا تأخير يبقى اذا لو اخدت قرض من فودفون كاش او من اتصالات كاش قرض يبقى لا يجوز لك ابدا ان ترد الزيادة على هذا القرض مدام اشترط عليك رد هذه الزيادة لو اخدت قرض من صاحبك واشترط عليك زيادة عند الرد لا يجوز لك ابدا ان تأخذ هذا القرض لان هذه الزيادة ربا محرم فعرفنا الصورة دي يا جماعة هي صورة بصورة القرض او طلب الدين او طلب السلفة وخلاص عرفنا ان ده محرم عشان فيه زيادة مشروطة والزيادة المشروطة دي ربا محرم شرعا هتقول لي طب ايه البديل يا عم الشيخ انا اعمل ايه يعني انا محتاج الفلوس دي دلوقتي دخل وسيط يعني ايه دخل وسيط يعني بدل ما تتصل على صاحب المكنة اللي هيشحلك وبعد كده ياخد زيادة مشروطة اتصل على صاحبك وقول له ابعت لي دلوقتي الف وخمسين جنيه طبعا بالرسوم ابعت لي دلوقتي الف وخمسين جنيه بالرسوم يقوم صاحبك يديها للراجل والراجل يحولها لك وانت تنتفع بيها ولما ترجع بالسلامة تدي لصاحبك الف وخمسين جنيه يبقى انت كده رجعت له فلوسه كاملة بلا زيادة وبلا نقصان لا تظلمون ولا تظلمون خلي بالكم في تعاملاتكم المادية كويس جدا الفرق بين الحرام والحلال فيها شعرة ودي فرق بالزبط ما بين الجنة والنار فالزموا الصراط المستقيم وربنا يا رب يطيب لكم حياتكم بالحلال ويبعد عنكم كل حرام اللهم آمين والسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة